لا يزال يحتفظ الرجل بحيويته ونشطه متنقلا بين الرسائل والطرود لتصل بأمانة إلى وجهتها إنه ساعي البريد سالم غبوز من قصر وإن ولاية أضرار أقدم ساعي بريد على المستوى الوطني عرف بمهنيته وحبه للعمل يتنقل بسلسة بين شوارع وأزقة مدينة أضرار حاملا ضمن حقيبته رسائل وطرود لتسلم يدويا لأهلها 18 ساعة ومارسها ونعرف أن تبعتها بضار دار 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 إلي من هذا 2021 أني معاها يعني الأحسن ما يوحف كل وقت وكل ساعة ما تبني لا ريح ولا أصحاب ولا حاجة كان يجيب لنا البريات من 75 يجيبوا منحته لهنا عندنا البلادنا الأزقار هذا بعد أستاذنا وشيخنا وبنا في ولاية أدرا من اللي نخدم ونعقلوا عليه ونشاباب هنا بعد واحد من عشرين سنة وأنا نعقل عليه ما عندي ما نقول فيه خدام واقف وكان يجينا يقول ناودي فلان ولا فلان يودينا أن يمشي للدار وما لقاش هاكو الله لحمدك ما دي أمانة لأنا ما دي أمانة كي يقول هاي أمانتك منعرفوهم بكري يجيبنا البرواسط هنا تشار للغاراج والله يكشتر خيرو ووش ما عندنا ما نقول فيه الحمد للأرب العالمي المزمن هو تبارك الله قايم بالواجب ويبقى موزع البريد المخضر ملح السالم رمزا من رموز العطاء وحب العمل رغم تسالع التكنولوجيا مما جعل منه أيقون تباريد الجزائر بأضرار ومرجعا في الإخلاص والتفاني في العمل